من القدس المحتلة ينضم إلينا أحمد البديري مرسل الغد أحمد ضعنا في السيناريو الحالي للوضع عقب انتهاء مهلة جانس لتشكيل حكومة دون توصل إلى اتفاق حتى انتهاء هذه المهلة عمليا لا ينهي الاستمرار على المفاوضات اليوم هناك أيضا جلسة إضافية بين تقم التفاوض لحزب أزرق أبيض مع حزب الليكود وفالك لتوصل إلى صيغة اتفاق الأمور لم تنتهي ولكن حسب القانون الإسرائيلي حسب العرف الإسرائيلي عمليا هناك فشل واضح وبالتالي يستطيع رئيس الدولاري أوفين ريفلين أن ينقل التكليف من بني جانس مباشرة إلى الكنيسة الإسرائيلي مطالبا أن يكون هناك أحد عضاء الكنيسة اللي فيتو بترشيحه إذا لم يتم ترشيح أي أحد أو لم يتم النجاح في توصل إلى هذا الانتفاق ببساطة العودة إلى الانتخابات الرابعة في مايو أيار يتم الإعلان عنها وبالتالي هناك فشل واضح في كيفية إدارة الأزمة السياسية الحالية ولكن المستفيد كان ولازال وسيبقى هو بني ميني تنيه لأن عمليا إذا كان هناك انتخابات رابعة سوف يحصل على مقاعد أكثر شعبيته ارتفعت هناك قوة سياسية لليميني الإسرائيلي لن يكون هناك حاجة لحكومة اتلافية مع أحد من أحزاب الوسط أو اليسار ولهذا فأن التقم التفاوضي لأزرق أبيض كان ضعيفا جدا لم يستطيع الضغط للحصول على العديد من القضايا التي كان يأمل فيها على سبيل المثال كان هناك محاولة لعدم سن أي قوانين تتعلق بتقديم نائب رئيس الحكومة أو حتى رئيس الحكومة إلى القضاء الإسرائيلي في حال هناك تهم بالفساد حتى هذا القانون لم يتم المصادق عليه من اللي كود ولي كود قال نحن نرفض بفراكة في الصيغة وعدد من القوانين التي تتعلقين مع المحكمة العليا الإسرائيلي خبر عاجل الرئيس الإسرائيلي أبلغ جانس بتفويض تشكيل الحكومة إلى الكريسات بلا شك أن هذا هو الإجراء المتبع الآن هو أن يتم نقل هذا التفويض ولكن هذا لا يعني بأن الحل الوحيد الموجود في السياسة الإسرائيلية هو أنه إما بين جانس أو بين يمين نتنياهو سوف يشكل الحكومة القادمة لا يوجد هناك شخصية ثالثة قادرة وبالتالي هذا الإجراء الذي يفعله رئيس الدولة هو للضغط على الإثنين وذلك للتوصل إلى اتفاق ولغاية الآن ما زال لم يتم برامو ويمكن عندما يتم التفويض إلى الكنيسة أن تفوض الكنيسة نتنياهو لأنه أصلا هناك اتفاق بين الرجلين على أن لا يكون بني جانس هو رئيس الحكومة بل أن يكون نتنياهو هو رئيس الحكومة الإسرائيلية في المرحلة الأولى من الحكومة الاتلافية وهذه المعدلة الكبيرة التي كانت استمرت لأكثر من عام عمليا تم تجاوزها وبالتالي نتنياهو يكون رئيس الحكومة أما التفاصيل فهنا كان الاختلاف عليها نعم أحمد البديري مراسل الغد من القدس المحتلة شكرا لك على كل هذه المعلومات